تقديرا وتكريما لمسيرته الرائعة في عالم كرة القدم دشن المتحف الوطني بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب مقتنيات الحارس التاريخي للكرة العمانية علي الحبسي والتي تعرض لأول مرة نشكر المتحف الوطني على تخصيص ركن ركن للقطاع الرياضي والإنجازات الرياضية في السلطانة عمان هذا بالتأكيد هو إلهام وتحفيز لأبنانا شباب عمان بأنهم يحققوا الإنجازات فهو فخر كبير أن تكون الإنجازات الرياضيين متواجد بقانب القمد إلى الأشياء التي حققتها عمان عبر الزمان ويحتوي الركن على ميدالية الحارس وقميصه بعد التتويق بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2012-2013 مع فريقه ويغان أتليتيك في المباراة التي أقيمت في ستاد ويمبل التاريخي النجم علي الحبسي ما في شك هو أيقونة من أيقونات عمان في المجال الرياضي وموجود مقتنياته في المتحف الوطني سيمثل حافز لكثير من الأجيال القادمة لمدر المزيد من الجهد لرفع اسم عمان في المحافلة الرياضية الدولية ويعد هذا التدشين تكريما للحارس بعد مسيرته الملهمة كأحد أبرز الرموز الوطنية في عالم رياضة كرة القدم وتوثيقه لعظيم ما حققه على المستوى الإقليمي والدولي أنا اليوم جدا سعيد وفخور مش لشخصي مش لعلي الحبسي أو عائلة علي الحبسي اليوم احنا كنا سعيدين وفخورين لكل الرياضيين العمانيين اللي اعتقد انه هذا تكريم كبير تقدم بالشكر إلى مقام السامي حضر الصاحب الجلالة السلطان هيثم وصاحب السمو ذي اليزن على هذا التكريم الكبير اللي خضيت اليوم بعاتق حمل كبير بالنسبة لي هذه المبادرة تعد مصدر إلهام وخاصة لفئة الشباب لبدل المزيد من الجهد وتحقيق الإنجازات حضورنا اليوم التدشين يعتبر خطوة مهمة للشباب خصوصا الحاضرين هنا لشحذ همامهم الرياضية وفي جميع النواحي أيضا وأخذ لاعب علي الحبسي كقدوة رياضية وشبابية أيضا الحبسي مسيرة الرياضية لا تنسى بعدما وضع الهدف رسم الطريق حدد الملامح ركاب الصعاب وابتسم للفرص وصافح الإنجاز والتاريخ بعد مسيرة ملهمة تشين هذا الركن لأسطورة كرة القادم العمانية علي الحبسي يمثل خير حافز ودافع للأجيال القادمة من المتحف الوطني خليفة بن سليمان استريري ترجمة نانسي قنقر